لكني وأنا صغير أشت بالإخوان فعمري وتاريخي بالإخوان فليس من السهل على الإنسان أن يترك الإخوان في بداية مشواره انضم إلى جماعة الإخوان ثم انشق عنها بسبب خلافات في وجهات النظر كان مدرسا في سوريا ثم ذهب إلى السعودية في بداية السبينيات وعمل مدرسا فيها بعد أن تعرف الشيخ السرور إلى السعودية ودرس ثقافتها بدأ في بث أفكاره في الشباب المتجمعين حوله وتتلمذ على يده مجموعة من الأسماء التي برزت لاحقا في سماء العمل الدعوي في المملكة بدأ التيار السروري ينتشر داخل المدارس السعودية عبر مراكزها الصيفية والمساجد والمراكز الثقافية طغى على خطابه الأسلوب العنيف وشكل بؤرة فكرية للجهاديين ومنطلقا لأدبياتهم ويرى سرور أن الجهاد هو الشريعة الغائبة عن التطبيق في المملكة وكان ذلك مسوغا لبدء مرحلة التشدد الفقهي والحركي ضد الدولة السعودية الجمع بين الفكر السلفي ومنهج الإخوان السرورية مزيج من المنهج الإخواني والفكر السلفي فهي تقوم على الجمع بين شخصيتين إسلاميتين هما ابن تيمية وسيد قطب فقد أخذ من ابن تيمية موقفه السلفي الصارم من المخالفين له من الفرق والمذاهب الأخرى وأخذ من سيد قطب ثوريته وأهمن بقوة طرحه حول مبدأ الحاكمية مرتكزات التيار السروري طلقت السرورية من القواعد الفقهية للسلفية التقليدية بغية الفوز بثقة المجتمع والنفاذ لداخله بينما أخذت من تنظيم الإخواني طابع التنظيم الحركي السياسي كانت الحاكمية قضيتهم المحورية التدين القوي والمظاهر الشكلية والعاطفة الدينية الجياشة تعظيم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة التركيز على مسألة البراءة من غير المسلمين أعلام السرورية الشيخ سفر الحوالي الشيخ سلمان العودة الشيخ ناصر العمر الشيخ عوض القرني الشيخ عبد الوهاب الطريري الشيخ سعود لفنيسان مؤخرا تشهد السرورية التراجعا داخل السعودية ونكاد نشهد نهايتها ذلك لأن بعض تلامذة سرور مثل العائض القرني غيروا أفكارهم وعارضوا فكرة تسييس الإسلام ورفضوا جعل العنف سبيلا وحيدا لمواجهة ما يسمونه موجة الإلحاد والحداثة ترجمة نانسي قنقر